نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في إدارة الصحة العامة والوقاية قسم الأمراض غير السارية فعالية توعوية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي احتفاء بيوم القلب العالمي الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عامة بهدف رفع مستوى الوعي بصحة القلب عند موظفي الهيئة والتعرف على عوامل الخطر المؤدية لأمراض القلب والشرائين وأهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية وتضمنت الفعالية محاضرة توعوية تناولت أمراض القلب والشرائين والعوامل المسببة لهذه الأمراض وتأثيرها على جودة الحياة وأساليب الوقاية من خلال اتباع العديد من الخطوات وفي مقدمتها الالتزام بنظام غذائي صحي وعدم الإفراد في استخدام الملح وممارسة التمارين والأنشطة الرياضية بانتظام مع المحافظة على وزن صحي والإقلاع عن التدخين كما تضمنت الفعالية إجراء فحوصات طبية للموظفين شملت قياس ضغط الدم وفحص كتلة الجسم والكلسترول وقياس نسبة خطورة أمراض القلب والشرائين لمن هم في عمر الأربعين سنة فما فوق شكرا